ملفنا ثاني يتعلق ببصرة الشام وصلتات المعارضة المعتدلة هنا عليها تقع مدينة بصرة الشام في الجنوب الشرقي من محافظة درعة تبعد عن مركز المحافظة نحو 40 كم تقريبا عن الشام بشي حوالي 140 كم إضافة لموقعها المهم كونها على فكرة حلقة الوصل ما بين محافظة درعة والسويدة من القرى المجاورة لمدينة بصرة الشام هي صماد معربي وجمرين تعد مدينة بصرة من أهم ربما المدن الأثرية الرومانية في العالم على الأطلاق وهي مصنفة ومسجلة دوليا في اليونسكو ضمن قائمة مواقع تراث العالمي أهميتها التاريخية فهي أول مدينة يزورها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان طفلا مع تجار قريش ومنها الراهب بحيرة الذي رأى علامات النبوة فيه وأيضا يمر عهمية المدينة كونها بوابة الريف الشرقي لحوران باتجاه محافظة السويدة نتابع قادة في المعارضة المسلحة احتفلوا بالسيطرة عليها وفي المدرج الروماني الشهير ونبدأ الحوار مع ضيفنا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الوضع الميداني كما شاهدنا في 25 ثلاثة اعلنت المعارضة هون السيطرة عليها بشكل كامل اثر معركة يسموها قادسية بصر الشام لحديث عن هذه المعركة وعن الوضع معنا من عمان عميد اسعد زعبي وهو الخبير العسكري معنا من العاصمة عبد النية عمان سيطرة عميد مرحبا وهو بن حوران أيضا مرحبا يصعد مساك بسم الله الرحمن الرحيم سيطرة عميد ما أهمية بصر الشام من ناحية العسكرية والاستراتيجية لو سمحك سيد الكريم أولا من الناحية العسكرية عندما نتحدث عن أهمية بصر يجب أن نقول أن بصر هي نقطة وصل بين محافظتي السويدة ودرعة مشرفة من الجنوب على الحدود الأردنية وإن كانت المسافة تتجاوز العشر كيلومتر إلا أنها مشرفة على الطريق الحربي والذي يعد طريق الإمداد الرئيسي والوحيد والوحيد أيضا الذي يربط ما بين معبر نصيب وبالتالي باتجاه السويدة إلى دمشق إلى بقية المحافظات يعني عندما نتحدث عن هذا الطريق الحربي نقول أن السيارات أو الشاحنات التي تنقل البضاع أو حافلات الركاب هذا الطريق أعتبر رئيسي عندما نتحدث عنها أيضا عسكرية نقول أن بصر كانت تعتبر مركز رئيسي لتجمع عناصر حزب الله مع بداية دخول من الأراضي السورية عندما نتحدث عن بصر نقول أنها كما تفضلت بتقريرك أنها حقيقة هي الحاضنة الرئيسية أو تواجد شيعي أقوى في هذه البلدة بالرغم من أن الشيعة يتواجدون في حوران يتواجدون في الشيخ مسكين يتواجدون في اليادودة يتواجدون في نمر في المليحة الغربية إذن لهم تواجدوا لكن أقوى تواجد لهم هو في بصر الشام ولكن مع الأسف كانوا يعني كما يقال مخبيين بعبايتهم يعني موجودين من الناس والناس تحترمهم لكن الآن عفوا القوات النظامية والميليشيات المسندة لها أين ذهبت يعني بعد البصر الشام؟ هي انسحبت بشكل كبير لكن أين ذهبت؟ بالله يعني كانت القوات أو القوات النظام التي كانت تتواجد في بصرها كانت تستند بحركتها سواء كان بالذهاب أو الإياب على مجموعة الحواجز التي كانت موجودة على الطرق باتجاه الشرق وباتجاه الشمال الشرقي باتجاه ذيبين وبكة وكذلك باتجاه الشمال الشرقي باتجاه السويدة ذيبين تقصد ذيبين زرتها يوما هي في السويدة هذه ذيبين صح؟ نعم هي قرية حدودية ما بين درعا وسويدا ذيبين وبكة وكذلك أيضا هناك كان بمثابة طريق آخر يتجه من بصر الشام باتجاه عرب باتجاه سويدا إذن كانت هي مفصل والحقيقة كان قوات النظام على هذه الطرق التي ذكرتها كانوا يضعون العديد من الحواجز وكانت هذه الحواجز حقيقة تؤمن لهم أولا الحماية الكافية ثانيا تؤمن لهم الاحتياط والدعم المباشر أو السريع فيما تعرضت قواتهم المتواجدة في بصرها لأي هجوم من قبل الثوار أيضا كانوا يعتمدون هناك فوج من المدفعية والصواريخ وأعتقد هذا الفوج يتميز بوجود قوات صاروخية من نوع سوميرش فيه هو الفوج 157 وكذلك الفوج شمال السويداء 158 لهم أيضا إمداد من خلال الفرقة 15 قوات خاصة متواجدة في السويداء أيضا هناك طريق قريب جدا يستطيع قوات الفرقة 15 أن تمدهم ولذلك كان قوات النظام المتواجدة في مدينة بصر كانوا يرتكزون على قاعدة عسكرية من الاحتياط المباشر أو السريع ولذلك كان ربما عامل الخوف لديهم أقل بما يجب أن يكون على اعتبارهم أنهم كانوا يتوقعون تماما الإمداد السريع من خلال الخطوطنا فيه تقريبا 20 فصيل تقريبا شارك فيها الحركة المثنة وفرقة شباب السنة وفرقة المغاوير والويت العمري وشهيد حوران وتوحيد كتائب حوران وكتيبة سعد وخيالة الزيدي واللواء بصر الشام ومصعب بن عمير واللواء الثاني مشات وفوجة المدفعية وإحفاد الرسول وإحفاد عمر وجند الملاحم هؤلاء على مين محسوبين السيد العمي السيد الكريم غالبيت ما ذكرتهم هم محسوبين على جيش الحر غالبيت ما ذكرت تماما باستثناء حركة المثنة يجب أيضا أن نعترف عندما نتحدث عن وجود هذه الفصال جميعها هي لم تكن هذه الفصال بمجموعها أو بمجمل كيانها أو أناصرها إنما كان لكل فصيل عبارة عن قوة رمزية قد لا تتجاوز ربما الأربعين أو خمسين عنصر ليس أكثر من ذلك لكن التواجد الحقيقي في بصرة هو كان لفرق الشباب السنة وكذلك التدخل الكبير كان أيضا من خلال حركة المثنة هناك أيضا تواجد في بصرة هذول يحسبون على المعارضة المعتدلة مش هيك؟ نعم لأن في عندك هيئة الإشراف والمهاجرين والأنصار وجيش الإسلام وعائشة المؤمنين وفرقة عمود حوران وغيرها وفرقة صلاح الدين كثر أحرار حوران وكتيبة الهندس ستعرف أنت الكتائب فرخوا تفريخ غريب عجيب في سوريا لكن في حوران ربما هم أكثر تماسكا من ووحدة من الشمال السوري لكن سيد العميد لو سمحت لي الآن ما المقبل بالنسبة للمعارضة المسلحة في حوران؟ ما الهدف المقبل لهم؟ لو سمحت لي سيدي بن الكريم فقط بدقيقة أن أقول نحن نتمنى نتمنى من كل قلبنا بمحبتنا لهؤلاء الفصائل أن يبقى مواجهات ما بين المثنى وفصيل آخر عندما راح منهم قتلها؟ بالتأكيد بالتأكيد أخي الكريم لأن الحقيقة مصلحة شعبنا وما يتعرض له من قتل وتدمير وتشريد هذا يدفعنا إلى الارتقاء فوق أي خلاف وفوق أي مشكلة يعني كل ما ما يمكن أن يقول أنه عبارة عن يعني وساخ يعني عرق يهبط من الجسم هكذا يجب أن ننظر إلى أي خلاف لا نريد أن نطور الخلاف وبالتالي نخسر يعني ابتسامات النصر وابتسامات الفرح التي رسمت على أفا شعبنا الموجود في المناطق كافة أخي الكريم عندما تحدثت الآن في تقليرك عن هذه الفصائل نقول هناك فصائل محسوبة على الجيش الحر وغالبا كافة الفصائل الموجودة في منطقة الجنوبية باستثناء أربع فصائل هي موجودة أو محسوبة على الجيش الحر ولكن أيضا ذكرتم كلمة مهمة جدا أن ما يميز المنطقة الجنوبية التوحيد الكامل بين هؤلاء الفصائل والتنسيق وبالتالي لا يوجد عندما نتحدث عن فصائل تشارك في معركة لا نقول هذه فصائل معتدلة وهذه غير معتدلة وهذه إسلامية وهذه نصرة وهذه مثنلة أبدا إطلاقا أي عملية تجري في حران عملية هجومية أو دفاعية وعندما يطرح شعار الفزع لأي منطقة الجميع يسارع حقيقة بكل ما يملك بكل زمان ومكان لمساندة إخوته بقية الفصائل لا ننظر إلى أي فصيل إلا أنه من المقاتلين الأحرار الثوار الذين يعملون على تحقيق أهداف الثورة لكن أيضا بالمقابل يجب أن نعلم تماما أن فرحة النصر هذه والتي رسمت حقيقة على أفواه كل من له علاقة بالثورة السورية وليس فقط المنطقة الجنوبية هذه الفرحة الحقيقة كنا نخشى عليها أن تخبو قليلا عندما يكون رد فعل النظام وحقيقة كان رد فعل النظام أنه ألقى على بصرة أكثر من 56 برميل وهذه البرميل جزء منها كان يدمر القلعة الأثرية وهذا يثبت أن النظام لا يرحم حجرا أو بشرا أو شجرا وبالتالي هذه سياسة بشار الأسد وأبوه من قبله حقيقة هذه سياسة والآن هم يفعلون بإدلب نفس الشيء ولذلك عندما تريد أن تعرف أو تقيس مدى خسارة النظام تعرفا من خلال ردة فعل هذا النظام على العمل العسكري الهجومي الذي تعرض له كما يحصل الآن تماما في إدلب طيار متقاعد والخبير العسكري والأمني كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان شكرا جزيلا لك طبعا بالحديث عن حوران هناك مواجهات عسكرية اندلعت ما بين فصيل على ما أعتقد اسمه أحفاد الصحابة والمثنى راح من المثنى حوالي 6 قتلى ومنهم قائد فيها مهم لأن هذا الفصيل الثاني أراد بعد عملية السيطرة على بوصف الشام أن ينقب على الأثار وأحضر حفارات وشيء من هذا القبيل لأخذ الأثار من تلك المنطقة وحتى الآن غير معروف مستقبل هذه المواجهات ما بين الفريقين وبين هذا الفريق بكل حول هذا الفص قصير بعده سنتابع أكبر كارثة إنسانية لشعب سوري كانت حضرة في مؤتمر المنحين في الكويت